بعد إخضاع ما يفوق ألف تلميذ لفحص توازن الخسيتين برمجت مديرية صحة بلمدية 213 عمالية جراحية تخص إنهاء هذا المشكل لدى التلاميذ المعنيين وذلك عبر مختلف مؤسساتها الاستشفائية بلمدية على غرار المؤسسات العمومية الاستشفائية بولاية المدية جرت اليوم على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية بعم بوسيف عملية جراحية جماعية تتمثل في إنزال الخسيتين للتلاميذ المتمدرسين من بين ألف تلميذ تم فحصه تقرر إخضاع 200 تلميذ متمدرس لهذه العملية العملية لقيت استحسان وارتياح التلاميذ وأوليائهم الذين أثنوا عن المبادرة في ميكروفون شروق نشكر المديرية الصحة التي قامت بالأطفال هذه المدارس تلميذ والتي جاءنا أطباء خواص من ولاية تيارت لدائرة بنيس الإيمان بالخصوص نشكر الأطباء هذا والعمل يخت شهره وما عنديش الوجع بلدية بالنسبة لمن دارت للعملية ونجحت نتحد بسهلهم وأنا نشكر كلي كانوا معي ولي داروا للعملية العملية ورغم مضاعفاتها الكبيرة التي تصل حد الإصابة بالسرطان أو العقم إلا أن الجراحين أكدوا على سهولتها وسرعتها داعين الأولياء إلى فحص أبنائهم مبكرا لتفادي إصابتهم بالسرطان والعقم خلل تواجد الخصية يشكل مشكلة كبيرة للسحة العمومية وهو ما يتسبب في العقم لدى الأطفال أولا عند التأثيرات على الإنجاب وثانيا هناك بعض المضاعفات فيما يخص الأمراض السرطانية ويبقى الفحص والكشف المبكرين عن هذا الخلل لدى التلاميذ كفيلين بتفادي إصابتهم بالسرطان والعقم